كل من لا يحب الآل يريد الآل يعني أن ينسح طيب بص يا جماعة عشان ناس كتيرة كانت تروجت لفكرة الانسحاب وهنا لازم أن نوضحها ما بين الأمس والنهاردة زمان والغاية قبل نص التسعينات أو قبل حتى الألفية الأندية ما كانش عندها أي تعاقدات تخص الرعاية ولا التسويق ولا غيره ما عنداش التزامات مابلية ولا عوائد جاية من رعاية ولا كلام من ده فكانت الحياة رخيصة وببلاش فتاخد أي قرار تكلفته تقريبا ما فيش من الناحية المادية أنت النهاردة نهاية الشهر ده نهاية الدوري النادي الآلي بينتهي عقد الرعاية بتاعته وعقد البس لما أقول أنه العقد الأخير اللي الأهلي وقعه في أكتوبر 2018 وينتهي في نهاية الموسم ده عشرين اتنين وعشرين قيمته خمسمائة وعشرة مليون جنيه أكتر من نصف مليار وعوائد البسة كمان اللي وقعت في أكتوبر 2018 تخلص في نهاية أغسطس عشرين اتنين وعشرين بربعمائة مليون جنيه إذن بنتكلم في الاتنين بتسعمائة وعشرة مليون جنيه داخل على مليار تمتخيلين أنه الناس برضو اللي بتستسهل فكرة انسحاب هو أنت لما تنسحب الرعاية دول هيتعاملوا معك فين ومش عايز حد يستسهل أنه الأهل ما ينفعش يطبق عليه النظام لا كنت هتلاقوا كل الأصوات التانية هتتكلم على أن القانون يطبق على الجميع لا يجب يطبق على الجميع والأهل مش على راسه ريشة ومدام أخطأ يعاقب ويطبقوا اللايحة عارفيني اللايحة بتقول إيه عشان بس أخوتنا وأصدقائنا وجماهيرنا اللي الناس مشيتها في سكة بقالة يومين لازم ناخد موقف ولازم أن ننسحب لايحة النظام الأساسي اللي خاصة بمسابقات اتحاد وكورة وهي لايحة ربطة الأندية كأول مسابقة ليه بتقول إذا كان الانسحاب في مباريات الدور التاني واستكمل للآخر رقم واحد الفريق بيعاقب بالإيقاف لمدة سنة الإيقاف لمدة سنة يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم بعد الموسم ما يخلص يرجع يبدأ من الدرجة الرابعة مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات اللي هي الدرجة الرابعة التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول ويعاقب كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين واللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بمن ترى في هذا الشأن يعني بتشوف مين اللي وراء القرار ووفقا للقانون يعاقب لكن كفريق يتوقف سنة عن أي نشاط رياضي وبعد السنة يرجع يجيبها من تحت من الدرجة الرابعة يعني يرجع الدور الممتاز بعد أربع سنين شوفوا بقى مين اللي كان حيقبل أن النادي الآلي يتحط في موقف زي ده أو يحرم من العواد اللي أنا بقول لكم عليها اللي وصلت لمليار كنتوا هتلاقوا على طول الأصوات الأخرى السهل الجاهزة بتكلم في إهدار المال العام وإزاي مجلس الإدارة أضاع مليار جنيه ومحاكمات ومحاسبات وكل اللي بيزوء في اتجاه الانسحاب كان جاهز بالمندبة دي طبعا لا مش كده بس هو أنت انسحابك ده بيؤثر على تاريخك من ناحية المبدأ أنت شايفه قرار مش يعني مكلف جدا وإنت ما تروجش ورياضيا سيئ أنت لا تروج له ولا تحبه فمش عايز ترتكب واللي عايزك تنسحب هو عايزك تنسحب عشان تتساوى الرؤوس دايما خد بالك من الحتة دي كل حد عمل حاجة عايز يجورك لها عشان يجي يقولك أدي مبادئ وقيم النادي آهلي وهو ده ما ربط الفرص أستاذ براهيم والله صدقني يعني ضرب القيم وأسلوب الإدارة والتمثب بالصواب يعني مثلا مثلا في لعبة ساقت للنادي الآهلي ولكن تاريخ النادي الآهلي بيقول يعني إحنا خلص اللعيب اللي يسيق إلينا أو يسيق لجماهيره يعني خلص يشوف مصلحته في حتة تانية كطر خيره لقي الزق بقى عن مصلحات وحاجات عشان بمجرد ما يتقالي الكلام ده ها ده يا سيد النادي اللي بتقولولي مش عارف يمكن أنا عاطفيا أنا عادلي لو سألتني ياريت مش عارف كذا ياريت مش عارف كذا يعني أنا مثلا أدي لك حالة زي الكابتن نبرايب سعيد متعاطف معا جدا أنا بقى لمستنى الفاتف بقولك بقى واحد تاني مش عشان الموقف الأخيرة لا لا نضج هو عادر 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 الفارق قيم بس متأخر بعد ما مجاله هو الرزال انما هتعمل ايه ات بين يعني عاطفتك وعقلك عقلك بيقولك التازم بما يعني ورسته واسرار نجاح الأباء والأجداد ما تقلفش ما تجودش إلا في سياق يندرك تحت هذه القيم والمبادئ والأخلاقيات ترجمة نانسي قنقر